هل الحاجة أم الاختراع حقاً؟ أم أن ما يمر به السوريون جعلهم لا يعرفون للمستحيل طريقاً؟ فهذا الشاب السوري استطاع أن يبتكر جهازاً سيحل أزمة الكهرباء بطريقة عجيبة وفي كل أنحاء العالم وليس في سوريا فقط فما حكاية هذا الابتكار الفريد؟ وكيف سيتمكن من حل أزمة الكهرباء؟ سأحكي لكم التفاصيل أنا رائد حاكم في ملخص القصة هذا الشاب السوري هو طالب في واحدة من جامعات دمشق اسمه فايز إسماعيل فايز يدرس الهندسة المعمارية وتوصل إلى اختراع غير معقول ومدهش أخذ منه الكثير من الوقت والتفكير حيث قام بابتكار جهاز ما هذا الجهاز يستطيع توليد الكهرباء من النباتات في خطوة مذهلة وفريدة ولم يتوقف الأمر عند ذلك فهذا الاختراع المذهل أصبح حديث العالم أجمع ووسائل الإعلام في كل مكان فهذا الجهاز قادر على أن يولد من النباتات طاقة كهربائية وتحدث فايز أنه لجأ إلى هذا الاختراع لحل أزمة الكهرباء التي تتفاقم في سوريا مشيرا إلى أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر خاصة في حلب ودمشق وبعض المناطق الريفية وأنه يمكن أن يستخدم هذا الجهاز في شحن الهواتف خاصة وأن النباتات منتشرة في كل منزل وأعرب فايز أنه سيطور من هذا الاختراع حتى يكون قادرا على تأمين الكهرباء لساعات طويلة خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها السوريون ومعاناتهم في توفير الكهرباء وحتى يصبح اختراعه موجودا داخل كل منزل سوري وقال فايز إن الأمر لم يكن سهلا فهو يعمل على هذا الجهاز والابتكار منذ ثلاث سنوات وقام بالعديد من التجارب الفعلية ليتأكد من إمكانية تنفيذه على أرض الواقع ووصل نجاح الفكرة إلى درجة سبعين في المائة وهو الاختراع الذي حقا ستنفرد به سوريا وأشار فايز إلى أن تكلفة الجهاز لن تكون كبيرة أبدا فقد كلفه الجهاز خمسة وسبعين ألف ليرة سورية وبإمكانيات بسيطة للغاية وهو ما يعادل إثنى عشر دولارا وإن هذا الجهاز يستطيع الصمود لثلاث سنوات مع ضمان صيانته والجهاز يحتوي على إثنى وثلاثين مستوى من المستويات المختلفة ويبدأ من تشغيل واحد أمبير ويعطي ثلاثة عشر فولتا ما يسمح بتشغيل روتر وأجهزة إنارة وشواحن الجوالات وصولا إلى المستوى الثالث الذي يمكن أن يقوم بتشغيل منشأة صناعية وأبراج اتصالات أما عن المساحات المزروعة فضرب الشاب مثالا قائلا إذا كنت في المنزل ولدي الجهاز وأحتاج إلى تشغيل مروحة فأحتاج إلى مساحات مزروعة بمقدار من سبعة إلى ثمانية أمطار مربع وإذا كان المنزل دور أرضي وبه كثافة أشجار كبيرة فإن ذلك يجعل الأمر سهلا للغاية ويعمل الشاب ذو التسعة عشر عاما على تطوير مشروعه الذي أبهر العالم الذي أقبلت عليه العديد من الشركات والشيء المتفرد في مشروع فايز أنه يستطيع أن يفيد به كل بيت حتى خارج سوريا خاصة المناطق التي تعاني من قلة الكهرباء أو انقطاعها بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر